نقش محافظ الحديدة دكتور حسن طهر مع خبير مكافحة التلوث لدى البرنامج الانمائي للأمم المتحدة كيفين أوكنيل إنشاء مراكز لوجستية للاستعداد لمواجهة تسرب النفطي من الناقل الصفر الروسي قبالة ميناء رأس عيسى وخلال اجتماع جرى البحث عن موقع لإنشاء المركز اللوجستي الذي سيتم منه الاستعداد لمكافحة التلوث النفطي في البحر في حال حدوثه من الناقل الصفر وأوضح الخبير الدولي أهداف وخطط اللجنة لإنشاء مراكز لوجستية لإمداد عمليات مكافحة التلوث المحتمل الناقل الصفر